اشتريت حاجات حلوة قوي عايز اوليها لكم اشتريتها من الوكالة فتعالنا نشوف الوكالة مع بعض وعاكين نشوف انا اشتريت ايه حاجات والله يعني حلوة جدا انا فرحانة بيها فيلا بينا زي منتو شايفين كده في اول الفيديو صورت الاسفلت على فكرة انا ساعت ببقى متوترة جدا ولا بصورت في الوكال عشان يعني اغلب التجار اه هناك بيعملوا مشاكل معنا ان احنا ازاي نصور ازاي نصور والتسعيرة والكلام ده غير بقى الناس اللي تشتري وكده ما تصورش الزمن طبعا عندهم حق اللي انا مصورش يعني انا كسارة ما حيبش حد يصورني فانا برضو اللي مش برضى على نفسي برضى على غير المهم بقى ان انا بعد كده سبت الموبايل حتى شفرت الجزء كله اللي زهر فيه وشوش الناس اللي كترايحة وجاية تمام اه طبعا اه الوكالة كانت فاضية شوية فعشان اكو ترايحة الصبح وساعد بروح متأخر بس ايه حتى لو انت روحت بتأخر بيحط برضو استندات جتيرة اه وفيه ناس بتحط الهدوم بتاعتها بعدا ما الشمس بتغيب فانتو حظك بقى وكده يعني مش مفيش شرط او حاجة معينة احنا نروح في ساعة معينة او في يوم معين لأ كله زي بعضه وخلاص يعني ما فيش ما فيش فرق يعني انت محظك بقى في الوكالة اعدت بقى اتفرج على الحاجات والحاجات اللي في الستند واشوفها اشتري ايه آآ وكده طبعا في الاغلب احنا قول ما نخش على الستند احنا بنقي اي حاجة بسرعة آآ من غير ما نفكر احنا محتاجينها او مش محتاجينها فاي حاجة بتيجي مائسة انا بلقطها في ايدي بس بعد كده بعد ما بلقط بقى كتعة والتانية والتالت والاية كتعة فبدأت تكتر في ايدي اقول لا انا كده دخلها في مرحلة الخطر انا في حاجات كتيرة مش هلبسة زي زي البلوس الفضي دي مسلا يعني انا اصلا ما ديش افروح فانا اخدها هعمل بها ايه يعني اكيد مش هروح بها اقدم فيها مدرسة يعني فالمهم مش عارفة انا مسكتها لي يا حلوة بس انا مسكتها لي المهم يعني دي انا عايزة اقوله اللي احنا مفروض ان نفكر الحاجة دي احنا محتاجينها ولا لا او تركزي في القطع اللي انت بتشتريها ويا ريت تبقى عارفة مقاسك بالزبط عشان ما تشتريش حاجة تطلع صغيرة هبقى اتكلمكم في فيديو تاني ازي تعرفي تاخدي مقاساتك السلام عليكم عاكم برسي تاف activistsو النهاردة بتكلم عن الوكاله مشتريات لوكاله باري كتير قوي ما اظهرتش عالشاشة حل solo موووغتش عالشاشة دي باري كتير ف puzzle vidéo مش مهم ايه عام ايني اذا قولوكو ديكون لكم ما امي لا يدوني احوال refugees عشان انا بعا فقط حاجات كده وحق بحقي يعني حوالت اما انا حاول اطور من نفس بصراحة عشان ال دينة تطور او من حوالي وانا عادة بلذلك بطيخة مزيدة بطيخ طavaas فالمهم بقى ان انا ارجعت لكم وقلتوا ارجع لكم فيديو وكاله بل اكتر ايد من ذاتش الوكاله فعلشان تشجعوني اعملوا لي رايك واشتراك طبعا عشان انت هتنسي هتنسي تحط الرايك واشتراك فانت دوس عليه دلوقتي كده عشان ما تنسيش عشان ايه عميش دعو بقى ايه ان البحث تصرح في جمالي الفيديو كافي الاخر خلص تنسى ان هي تعمل الرايك واشتراك دي تمام المهم بقى ان انا بقية لفترة مطور من الانستا بتاعي الحمدله اطور ليه بقى عشان كنت بنزل علي فيديوهات كتير قوي وعلشان ما اختفيش خالص يعني فعملولي اللي فقولي علي الانستا هاتلاقوا اللينك تحت الفيديو برضو والتلاقوا بقى ايه اللي عايزه بقى يتابعة فيديوهات الوكاله هيلاقي كل الفيديوهات ده استعمالها من زمان وشقه عمري كله هتلاقيه تحت الفيديو على طول في صندوق الوصف تمام فيلا بينا بقى نشوف انا اشتريت ايه من الوكالة بسرعة يلا بينا طيب كان عادة برضو ما طورتش من نفسي قوي ان انا نسيت احط الهدوم على الشماعات وليتهم طبقها يعني بعد ما قتلتها طبقتها من على المنشر ونسيت احطها في شماعات فسانية اروح اجيبت الشماعات عشان انا بطور من نفسي فعلا فروح اجيبت الشماعات عشان تفهموا انا جايب ايه وهرجع لكو تاني معلش التطول لسه في مشكلة طيب رجعتي تاني وعلاقتي الحاجات زي المحترمين اهي على الشماعات يلا بقى اول قطعة اشتريتها كانت الجليدة طبعا انا الجليات دي لايها كمان بتبقى استيل اوبر سايز دي انا بلبسها على طول فاول ما شفته انا اشتريته يعني اول ما شفته كده قلت هشتري المهم بقى انه هو كان بخمس عشرين جنيه من اللي ساند اللي انتو شفته في الفيديو اللي فات فانا كنت اشاريه من عند الراجل ده من المنطقة دي كان بخمس عشرين جنيه المهم بقى انه هو ايه عيبه يا سارة بخمس عشرين جنيه مفهوش سستة سليمة كل حاجة سليمة والجيوب محترمة وكل حاجة طب ايه عيبه انه هو كان لونه اسود اسود باهد تمام غسلته بقى باهد اكتر يعني انا قلت ده تراه لا غسلته بقى باهد اكتر فانا دولاتي مش عارفة اصبغه وابوزه لان انا طبعا عايز اوفر اكمل بادي التوفيره بتاعي فعايز اجيب سبغة من عند العطار اصبغه ولا اسيبه كده فاقولولي برضو رأيوكو علشان انا مش عارفة بس هو لونه مش اسود كاتم هو اسود باهد فممكن اخرج به مرتين تراتة كده وبعد كده ابدأ ان انا اصبغه هو مش هيبين قوي عشان هو مش بين قوي ولا بين قوي مش عارف اه ماشي كتع عب خمس وعشرين جنيه تاني كتع معي وده قميس ابيض عجبني جدا عجبني قماشته عشان انا بحابه لان اما بروح الوكاله اصلا بروح اشتري قماشات وبحب اشتري استرالات غريبة فده هو القميس شكله كأنه بليسي بس هو مش قماشة بليسيه القماشة دخلة في بعضها كده اعتقد ان هي هتخسسني يعني مش عارفة واحلى ما فيه ان هو بزرور من فوق كده فيعني هيغطي المنطقة ده كله كده كده هربست عليها هيكل طبعا كده طبعا كده كانت بخمس وعشرين جنيه فاعتقد ان هي سعرها حلو جدا وسعرها حلو جدا وسعرها حلو سعرها حلو جدا وسعرها حلو انا بقى كتير من ازارتش على اليوتيوب فهتحسوا بس ما متركزوش على الكلام اللي انا هقول اه طب بصوا استنوا عشان انا نسيت هخش في البلوزة اللي انشفتها دي بس فيه بلوزة تانية اشتريتها كده هيكل اللي هيكلده بقى عجبني قوي عشان ضمتين اه انا بحب الضمتين قوي عجبني شغل اللي هو هنا طبعا الفاتلة دي طلعت مني وانا بخسله عشان انا ايه بعد عك يعني عند ضمير قوي بصراحة بص انا حاسيت ان هي بص هي مش مكتوب عليها مركة ايه مكتوب عليها موديش فاشون وكتبيني رقم التليفون بس كده المرقم التليفون ده مش مش طبع مصري يعني اوله ستة خمسةين ستة مش عارفة مش عارفة ده ما اسمع عليها ولا هي المهم هو انا هو عجبني تفاصيله الكمام برضو حلو قوي دونتين دي هتلبسيه زي الصورة هلبسه تحت اي امس ابيض وهبين الكم بس وبين الرقابة تحت الطرحة وخلص اكيد يعني ايه هلبسه زي يعني هبصوا عجبني قوي تفاصيله انا قلت لكم انا بنزل اشتري استيرات غريبة وقمش فحاسيت ان هو شكله عجبني ده برضو كم بخمسة عشرين جليه من نفس الاستاند بتاع الانوس الابيض تمام؟ طيب الاستاند ده فين يا صار عشان ما توحش منكم الاستاند ده وانت دخلة من وسط البلد ذات نفسها هتلاقي الناس شغالين كده عارفين شركة الكهرباء يسأل على شركة الكهرباء هو الولد واقف باستاند ولد اسمروني تمام؟ اه شكوا ان هو من افريقيا بيه المهم بقى ان هو واحد محترم قوي كده وحطيت اربع استاندات قدام بقى القطع بخمسة عشرين جليه فانا اخترت من نكة وحطيتين دول كلام ده وحاجات كتير قوي بس انا جبت اتنين بس ماشي؟ تعالوا بقى نتكلم في موضوع تاني خالص طب ايا صار انا الوكالة بعيدة عني سفر وبعيدة عني وعنها ايه على فكرة سفر بالنسبة لان انا مسافر من المنصورة لحد الوكالة ومنزم الوكالة بروح على طب الشنطة ماشي؟ بس انا بروح علشان يعني انا فهم في الوكالة وعملت فيديوهات كتيرة فبقيت زيتها خبرة يعني طيب انا الوكالة بعيدة عني ومش هارف ومش هارف اروح طيب في محلات دولاتي بيتبيع بالكيلو ومش عايزة اقولكم ان ممكن اسعارها تبقى ارخص من الوكالة افجر الكتع دي انا اشتريتها من محل اسمه ستاير بالكيلو هو اسم كده هو ليس فريح عندنا في المنصورة بس في ناس كتير قوي في اسكندرية وناس كتير كده في الكاهرة فانا مستدات الامت قولية واحد في المنصورة بيبيع بالكيلو ده جاكت انا عجبني قوي ان هو شبك كده هو فيه لمعه بسيطة قوي ومكتوب عليه ميدين انجلند يعني انا قريت اعتقد ان هو ده صح؟ هو مية في المية بليستر كده كده انا عارفة يعني كده اصلا هيتلبس فوق اي حاجة وهو من انجلترا فعجبني قوي طيب يا صاركة تاعة دي كانت بيكان كانت لخمس سترقيتين جنيه اهي ممكن تتربت ويعني استعارها تحلو قلت ممكن اجيبها في اي خروجة بالليل في خروجة الصبح وعمل نفسها عبيطة او في اي فرح ماشي؟ فانتي ممكن تشتري بالكيلو من المحلات اللي هي بالكيلو دي البلوزة بتقف عليك برضو بتبقى سعرها رخيص ممكن تكون ارخص من الوكالة والله لان الاسعار في الوكالة برضو زادت دي بقى البلوزة المحببة بتاعتي اعجبني قوي تفاصيلها اللي عاملة تقع ماشي طبعا شايفين بالتيكتة اهي ماشي اهي وكانت بتلاتين جنيه تلاتين جنيه ماشي ليني عشان هي خفيفة خالص فوزنت بقت بتلاتين جنيه تمام؟ فانا ورت لكم حاجات انا ورت لكم حاجات اهي جبتها من الوكالة الكتب خمسة عشرين جنيه واللي جبت من المحل بخمسة وتلاتين جنيه فهي الاسعار مشابهة بس المحل بيبقى افضل شوية لك عشان بتعرفي تقيسي المقاسات بتشوفي ده لايق عليك لايق على درجة بشريتك عشان احنا بنهتم اوه بدرجات البشرة لكن الوكالة مفيش حتة تقيسي فيها غير المحلات والمحلات ما بيكتبوش تسعيره فباضطر ان انت بتعطي تفاصلي ولانت اول مرة توحي الوكالة مش هتعرفي تفاصلي مع الناس لكن انا بحب اشتري من الوكالة من الستاندر الخارجي اللي بيبقى في الشارع عشان يستعلم مكتوب فكده كده انا عارف انا بقى اه عارف انا بناء القطعة بتبقى بجين تمام؟ طبعا هتتبقوني الفيديوهات الجاي باذن الله يعني باذن الله علشان هوريكم الحاجات دي انا هلبسها ازاي عشان انا قررت وطورت ان انا اللي هجيبه هيسو وورلكم شكله في اللبس لان انا ساعة بعمل فيديوهات كده 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 الناس طورة الحاجات دي وحشار الحاجات مش عارف ايه وكده بقى لما اخجي اخرج بها في الشارع ايه ده ده شكلها تغير فانا هحاول انا اورها لكم شكلها في اللبس فعلا انا هخرج بها ازاي والافكار ازاي ونصيحتي في اخر الفيديو ان انت تجربي التجربة الحلوة دي هاي بتبقى فصحة انا عن نفسي بحب اقوي اتفسح في البوكالة ببقى حاسة تجربة حلوة كده كده بمسك كنزام شبارة كده واتمشى كده بقى اشوف حظة هيجيب ايه ساعات ببقى محتاجة حاجات بلاقيها وساعات ملاقي حاجات احسن وساعات بلاقي حاجات جديدة خالص ما كتشفت مغني انا اشتريها باشتري عشان اجربها واساعات بلاقي حاجات غريبة خالص خالص يعني فالمهم بقى ان انت لازم تجربي برضو التجربة دي ولو انت جربتها اكتبي لي في التعليقات ولانت وجربتها اتجرب بيها واكتبي لي في التعليقات برضو مش اسيبك ماشي وي بكده يكون الفيديو بتاعي خلص ويا رب بيكون عجبك الفيديو وما تنسيش اللايك والاشتراك اللي انت مع انتمش في اول الفيديو واشوفكم الفيديوهات الجاية يلا باي باي